موسيقى أهلا بكم أكدت معالي السيدة فوزية بنت عبدالله زينة رئيسة مجلس النواب أن العهد الساهر لحضرته صاحب الجلال عاهل البلاد المفدة حفظه الله ورعاه جعل من قيم ومبادئ التسامح والتعايش وثقافة السلام والأمن ركيزة أساسية تقوم عليها جهد التنمية الوطنية المستدامة وأشارت معاليها إلى أن اعتماد منظمة الأمم المتحدة الخامس من إبريل من كل عام يوما عالميا للضمير بناء على مبادرة أطلقها صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر يعزز من مكانة مملكة البحرين دوليا كما يبرز الجهود الرفيعة والمساعي الحثيثة التي تبذلها المملكة في دعم الجهود العالمية لتعزيز السلام والتسامح والتعايش ونبذي التعصب والإرهاب والتطرف وأكدت زينل أن مناسبة يوم الضمير تأتي في مرحلة يمر العالم خلالها بظروف استثنائية نتيجة لجائحة فيروس كورونا وسعي كافة الدول لمكافحته والحد من انتشاره الأمر الذي يجعل من هذا اليوم محطة هامة لتحقيق صحوة مجتمعية واستنهاض وعي الشعوب والإشارة للمسئولية الإنسانية لكل فرد في المساهمة بتخطي التحديات والظروف الراهنة برئاسة معالي السيدة فوزية بنت عبدالله زينة رئيسة مجلس النواب عقد المجلس جلسته حيث ناقش تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بشأن التطوع لخدمة الأمن العام وقرر المجلس الموافقة على المشروع بقانون وإحالته إلى مجلس الشورى كما استعرض المجلس الرسائل الواردة من صاحب السمو الملكي النائب الأول رئيس مجلس الوزراء الموقر بخصوص مشروع قانون بإنشاء نيابة جرائم الأموال العامة ومشروع قانون بتعديل بشأن السجل التجاري ومشروع قانون بتعديل بشأن قانون الخطابات والمعاملات الإلكترونية ومشروع قانون بإضافة مادة جديدة إلى قانون العقوبات ومشروع قانون بإلغاء بند بشأن التأمين ضد التعطل وقرر المجلس إحالة الرسائل والمشاريع بقانون إلى اللجان المختصة يقرر قانون الخدمة التطوعية في مجال العمل العام في البداية طبعا مشروع كبير لكن في أول مرحلة قرر سيدي مع الفريق أول الشيخ راشد عبد الله بأن نبدأ كمشروع اللي هو في مجال الدفاع المدني كأول مشروع نقيمه ونشوفه يعني وبعدين نطالع يعني إذا دعت الحاجة لنفتح مجالات أخرى أم نبغى عليه فيعني هذا هو المشروع الكبير يساعدنا يساعد المتطوعين في مجالات الدفاع المدني على أساس أن يكونوا في مناطقهم التطوع هو هدف نبيل وشرف لكل متطوع لا شك أن هذا المشروع في هذه الأيام يأتي من أجل دعم جهود وزارة الداخلية من أجل السيطرة على فيروس كورونا وكذلك يدعم جهود الحكومة المقارة برأسة سمو الرئيس الزراء وجهود فرق البحرين بتوجهات سمو الناب الأول سمو العهد هذا المشروع سيضيف للبحرين إضافة مهمة للتطوع وسيستوع بثلاثين ألف متطوع وسوفر لهم الغطاء التشريعي وسيكون مكملاً المشروع التطوع في الغواء التطيع والدفاع البحرين وفق مجلس الشورى خلال جلسته برأسة معل السيد علي بن صالح الصالح على مشروع قانون بإضافة بند جديد برقم ثلاثة إلى الفقراجين من المادة الثامنة من المرسوم بقانون رقم ثمانية وسبعين لسنة الفين وستة بشأن التأمين ضد التعطل المرافق للمرسوم رقم خمسة عشر لسنة عشرين عشرين حيث أوسط لجنة الخدمات في تقريرها بالموافقة على مشروع القانون موضح أنه يستهدف تعزيز قدرة أصحاب العمل على مواجهة الأثار السلبية جراء تأثر الأعمال بالوضع الاقتصادي العالمي والمحلي نتيجة انتشار فيروس كورونا وذلك من خلال دفع رواتب المواطنين البحرينيين العاملين في القطاع الخاص لأشهر إبريل ومايو ويونيو للعام عشرين عشرين لضمان الاستقرار والاستدامة وعدم المساس بالمستوى المعيشي للمواطنين مؤكدة أن ذلك سيساهم في الاستقرار الاقتصادي بحيث تتم الاستفادة من وفورات صندوق التأمين ضد التعطل بقيمة إجمالية تقدر بـ 215 مليون دينار بحريني لحماية البحرينيين العاملين في القطاع الخاص من خطر التعطل بسبب الأوضاع الاقتصادية الراهنة وهو الأمر الذي يأتي متسقا مع الأهداف التي أنشئ من أجلها الصندوق شهدت الجلسة قرار قانون مهم ويعتبر جزء أساسي بل ربما حجر أساس ضمن حزمة مبادرات مالية واقتصادية هذه المبادرات ستسهم في دعم استقرار البحرين اقتصاديا وأيضا في الحفاظ على 100 ألف عام موظف بحريني يعمل في القطاع الخاص أيضا هذا القانون يؤكد على جدية السلطتين التنفيذية والتشريعية في ترسيخ مبدأ منح الأولوية للمواطن البحريني في العمل وأيضا في المكاسب اليوم وافق المجلس على مشروع القانون إضافة مادة جديدة برقم جيم على المادة ثلاثة المرسوم بقانون له تخصيص 215 ألف مليون إلى دعم القطاع الخاص والعاملين في القطاع الخاص من الأممال حتى لا تتأثر معيشتهم وتأثر وضعهم بالعزمة هذه الطاحنة الهدف من مشروع القانون هو دعم وتعزيز أصحاب العمل لمواجهة الأزمة اللي سببها فيروس كورونا من خلال دفع رواتب العاملين في القطاع الخاص البحرينيين طبعا لمدة ثلاثة شهور إبريل ومايو ويونيو 2020 طبعا هاي راح يساهم في استقرار مستوى المعيشي للمواطنين ومستوى الاستقرار للاختصاري في البلد وبمناسبة اليوم الدولي للضمير أصدر مجلس الشورى بيانا ثمن فيما حققته مملكة البحرين من نجاح كبير ومجازات متعددة في مجالات التسامح والسلام والتعايش وتعزيز حقوق الإنسان بما يرسخ المبدأ والمنهج الذي خطه حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه وأكد عليه ضمن مشروعه الإصلاحي الكبير ومبادراته الملكية المتعددة لتعزيز السلام العالمي وجعل الضمير الإنساني وقيم ومبادئ التعايش بين الجميع هي القواسم المشتركة التي يبنى عليها تقدم الدول وازدهارها والثقافة التي تتفق عليها كل الشعوب ويؤكد مجلس الشورى أن اليوم الدولي للضمير يعكس الاهتمام الكبير والحرص المستمر من لدني صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء لتوحيد الجهود الدولية والأممية في خدمة كل مجتمعات العالم لتعزيز السلام والتسامح والاندماج والتفاهم والتضامن مشيدا المجلس بمساندة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله ودعمه المتواصل لكل البرامج والخطط الرامية لإبقاء مملكة البحرين رائدة ومتقدمة في النهوض بالسلام العالمي في بند الأسئلة النيابية حيث تقدم ساعدة النائب عمار حسين عباس بسؤال برلماني إلى ساعدة وزير الإسكان حول المشاريع الإسكانية التي ستكفل تغطية طلبات أهالي الدائرة التاسعة من محافظة العاصمة وهل مشروع إسكان شرق سترة سيغطي كافة طلبات أهالي الدائرة التاسعة كما تقدم ساعدة النائب عيسى علي القاضي بسؤال إلى سعادة وزير الصناعة وتجارة والسياحة حول المخزون الغذائي الاستراتيجي لمملكة البحرين وكيف يتم قياسه والمحافظة عليه وما هي المدة الاستراتيجية للسلع الأساسية وأيضا تقدم ساعدة النائب إبراهيم النفيعي بسؤال برلماني إلى ساعدة وزير الصناعة والتجارة والسياحة حول خطة الوزارة لحماية المستهلك من الطفرة التي تشهدها المملكة في ظل الظروف الحالية من ارتفاع كبير في أسعار غالبية أنواع السلع كما وتقدمت سعادة النائب سوسا محمود كمال بسؤال برلماني إلى سعادة وزير الأشغال والبلديات والتخطيط العمراني حول المعايير التي تتخذ أو تتخذ لمعرفة حاجة المباني إلى الهدم من عدمها وما المعايير الصحية التي تبنى عليها قرارات وزارة الأشغال والشؤون البلديات والتخطيط العمراني بشأن الهدم وأيضا تقدم سعادة النائب محمود مكي البحراني بسؤال إلى سعادة وزير الأشغال والبلديات والتخطيط العمراني حول الآلية المتبعة في عملية تصنيف وإعادة تصنيف الأراضي وما هي المعايير المعتمدة في التصنيف وإعادة التصنيف كما تقدم سعادة النائب أحمد السلوم بسؤال برلماني إلى معالي وزير الداخلية حول كم عدد المخالفات المرورية التي تم تحريرها خلال عام 2019 ولغاية الآن وكم المبالغ التي تم تحصيلها خلال هذه الفترة فيما تقدم سعادة النائب يوسف زينال بسؤال برلماني إلى معالي وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف حول رصيد حساب الأمانات العامة النقدية وغير النقدية لدى وزارة العدل حتى عام 2019 وكم تبلغ قيمة الأمانات النقدية وغير النقدية التي لم تصرف لمستحقيها نقشت لجان مجلس النواب العديد من القوانين والاقتراحات وبحثت مع عدد من ممثلي وزارات الدولة والجهة الرسمية والأهلية جملة من الموضوعات وافقت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية على الاقتراح بقانون بإضافة مادة إلى قانون الخدمة المدنية تهدف إلى تنظيم مكافأة تمنح للموظف المنضبط من الناحية الوظيفية بدورها ناقشت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون جوازات السفر وقررت مواصلة بحثه خلال الاجتماع المقبل كما بحثت اللجنة أيضا مشروعين بقانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات حيث ذهبت اللجنة لقرار دمج المشروعين في تقرير واحد واستكمال بحث البنود المتبقية بشأنهما في الاجتماعات المقبلة من جهتها ناقشت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب المشروع بقانون بتعديل بعض أحكام قانون غرفة تجارة وصناعة البحرين حيث قررت الموافقة عليه من حيث المبدأ ورفع تقريرها بشأنه إلى هيئة المكتب ويهدف المشروع إلى إيجاد المبادرات الأكثر فاعلية بما يستجيب لمتطلبات التنمية من جانب آخر وافقت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب على الاقتراح بقانون بشأن تعديل المادة الرابعة من قانون الإسكان ويهدف القانون لمنح حق طلب مسكن عن طريق التمليك للفئة الخامسة وهي المطلقة والمهجورة والأرملة دون أبناء والعزباء ويتيمة الأبوين كما ناقشت اللجنة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون بشأن نظام انتخاب أعضاء المجالس البلدية حيث قررت اللجنة رفض المشروع ورفع تقريرها بشأنه إلى هيئة المكتب كما وافقت اللجنة على الاقتراح برغبة بشأن إنشاء سوق شعبي في منطقة العكر وكذلك قررت الموافقة على الاقتراح برغبة بشأن إنشاء مسلخ مركزي في منطقة المحرك ورفعت تقريريها بشأنهما لهيئة المكتب إلى ذلك وافقت لجنة الخدمات بمجلس النواب على الاقتراح برغبة لإنشاء مدرسة ابتدائية للبنات في منطقة كربباد والاقتراح برغبة بشأن تشغيل مركز الشيخ جابر الصحي في بربار على مدى 24 ساعة يوميا ورفعت تقريرها بشأنهما إلى هيئة المكتب لجنو مجلس الشورى أيضا بحثت في اجتماعاتها عددا من المشروعات والاقتراحات بقوانين المحال إليها من المجلس ناقشت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى مشروع قانون بتعديل المادة رقم 327 من قانون المرافعات المدنية والتجارية حيث قررت بعد استكمال بحث ومناقشة المشروع اعداد تقريرها بشأنه ورفعه إلى هيئة مكتب المجلس ويهدف المشروع إلى السماح للداء بالتظلم من أمر الأداء مساواة له بالمدين من جهتها ناقشت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية قرار مجلس النواب بشأن قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون باستبدال البند باء من المادة السادسة عشر من المرسوم بقانون بشأن الميزانية العامة كما بحثت البيانات المالية المدققة لمجلس الشورى للسنة المالية المنتهية في الواحد والثلاثين من ديسمبر من العام 2019 حيث استعرضت اللجنة البنود التي تناولتها البيانات المالية المدققة قبل أن تقرر مواصلة بحثها لكل الموضوعين خلال اجتماع مقبل بينما ناقشت لجنة الخدمات خلال اجتماعها مسودة تقريرها بشأن مشروع قانون الحد من استهلاك مشروبات الطاقة وقررت اللجنة رفع تقريرها النهائي بشأنه لهيئة مكتب المجلس يأتي ذلك فيما بحثت اللجنة الاقتراح بقانون بإضافة فقرة أخيرة إلى المادة الرابعة والستين من قانون العمل في القطاع الأهلي والاقتراح بقانون بإضافة بند برقم ثلاثة إلى المادة التاسعة عشر من قانون الخدمة المدنية والذين يتعلقان بترحيل إجازات المناسبات الرسمية عدى إجازات عيد الفطر وعيد الأضحى ومناسبة عاشراء إلى بداية الأسبوع أو نهايته إذا وقعت بين يومي عمل وقررت اللجنة مواصلة النظر فيهما ودعوة مقدم الاقتراح لبحث إمكانية تعديله وفقاً للمقترحات التي توصلت إليها اللجنة بدورها ناقشت لجنة المرافق العامة والبيئة قرار مجلس النواب بخصوص قرار مجلس الشورى حول مشروع قانون باستبدال المادة السابعة من المرسوم بقانون بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية وقررت دعوة الجهات المعنية لاستضاح مرئياتها بشأن مشروع القانون ناقش مجلس النواب تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بشأن التطوع لخدمة الأمن العامة وقرر المجلس الموافقة على المشروع بقانون وإحالاته إلى مجلس الشورى للحديث أكثر عن هذا الموضوع معنا في الاستيديو سعادة النائب دكتور عبدالله ذوادي عضو لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني أهلا وسهلا فيك أهلا وسهلا يعني حدثني أكثر إذا سماحت عن مشروع القانون بسم الله الرحمن الرحيم طبعا القانون جاء لينظم عملية التطوع للأمن العام طبعا مفهوم التطوع والشراكة المجتمعية ما بين الجهات في وزارة الداخلية والمجتمع طبعا الفلسفة العامة للمشروع أن هناك عدد كبير من المتطوعين وهذا يعني من طبع أهل البحرين يعني أنهم يتقدمون بالتطوع في شدة المجالات خصوصا في الأزمات وإحنا لاحظنا الآن عندنا ثلاثين ألف تقريبا متطوع من خلال منصة المتطوعين طبعا هذه الكم وهذه الأعمال تحتاج إلى تنظيم والتنظيم عندنا بقانون فلما ينظم بقانون فهناك ضمانات وهناك يعني واجبات حق سواء كان حق المؤسسة أو سواء كان حق المتطوع فبالتالي المشروع بقانون المتطوعين للأمن العام جاء ينظم هذه العملية ينظم هذا العدد من المتطوعين ويعطيهم مهام ويدربهم على أمور التي تحتاج في الشراكة المجتمعية عموما هو شراكة مجتمعية تنظم بقانون نعم إذا الفكرة العامة لمشروع القانون هو الشراكة المجتمعية مثلما أسلفت ولكن هل هناك شروط بعينها لعمليات التطوع أقرها هذا القانون أو مشروع القانون نعم طبعا المادة ثلاثة يعني حطت اشترطت بعض القوانين بحيث أن يكون المتطوع يلمها طبعا وزارة الداخلية راح تنشئ لجنة لجنة المعنية بشؤون المتطوعين نعم هناك عدد كثير راح ينساب بالتطوع وهناك معايير فهنا عندنا ثلاثة نواع من المتطوعين متطوعين مدنيين من القطاع الخاص متطوعين مدنيين في القطاع العام أو اللي عاطلين على العمل أو المتقاعدين بشكل عام فهذه الشرايح اللي راح تتقدم للتطوع فعندما تتقدم هذه التطوع هناك شروط أن يكون سنة 21 سنة أن العمل التطوعي هناك حقوق له بعد أيضا راح يوقع على عقد تطوعي ما بينه ما بين الوزارة وزارة الداخلية على أساس تعرض عليه المهام وتعرض عليه المكافأة وتعرض عليه كل الأمور له حقوق المتطوع فبالتالي يعني على أساس أنه يكون هو بعد يعني حسن سير وسلوك وعنده يعني موافقة الجهة اللي راح يتقدم فيه يعني مثلا واحد يشتغل في القطاع العام لازم يأخذ إذن من الجهة اللي يعمل فيه على أساس أنه يتطور هذا القانون موجود يعني منذ فترة يعني في القانون البحرين في التشريع البحرين ولكن ما هو التحديث الذي جرى عليه من خلال اللجنة أو من خلال المجلس نعم طبعا القانون موجود فكرة القانون فلسفة القانون موجودة من 2012 طبعا هناك أولويات تقدم من قبل مجلس أو من قبل الجهة اللي هي الحكومة تقدم مشروع المشروع تقدم لنا في هذا العام وهذا المشروع الآن في خلال أزمة التصدي الانتشار يعني فيروس كورونا وعدد المتطوعين يعني الموجودين فأدت إلى استعجال هذا المشروع لتنظيم هذا العدد أنا أتكلم عن نحن لأمن العام المشروع بحجمه متكامل جاءت لنا فقرة رقم 9 المادة رقم 9 هي تنظم العلاقة ما بين صاحب العمل في القطاع الخاص تحديدا والقطاع العام بكيفية التعامل مع المتطوع المتقدم من هذه الجهات بالنسبة للمتقدم من القطاع العام فهو ينطبق عليه كل الشروط نتحدث عن الصرف المكافأة فصرف المكافأة يكون راتبة اللي يأي من الحكومة هو نفسه راتبة اللي بيكون أو مكافأة اللي بتكون في حال التطوع أما القطاع الخاص فهذه يعني يعني يعنى بعدة أمور أول خطوة أن هذا قطاع خاص ولا يشمل المنظومة الحكومة فبالتالي موافقة صاحب العمل مهمة من باب الشراكة المجتمعية والمسؤولية المجتمعية والشراكة فارتأت لجنة شؤون الخارجية والأمن والدفاع أن تضيف فقرة أن يتحمل المسؤولية للقطاع الخاص 30% من التكلفة للعام المنظوي تحت هذه البند وهذه أسوة بقانون تنظيم قوات الاحتياطية لقوات الدفاع البحرين اللي جاء بمرسوم وقرب مجلس النواب في فبراير الماضي فبالتالي الآن عندنا اتساق وانسجام ما بين قانونين هناك قانون أو مرسوم بقانون لتطوع قوات الدفاع وعندنا القوات الاحتياطية لقوات الدفاع وعندنا قانون الآن بهذه فجاءت سلطة تشريعية في المادة التسعة اللي تنسجم ما بين جميل جدا إذن هي فكرة القانون بس لنبسطها أكثر للسادة المشاهدين هي لحماية حقوق المتطوع يعني على أساس إذا الشخص تطوع ما مثلا لا شخص من العمل أو غيره يقول أنت متطوع يعني يوجه له انذار أو مثلا يستغني عنه في العمل تحدثني أكثر عن هذه الشروط طبعا هناك كثير من الأمور المتطوع قد يكون في موقع يتعرض إلى مثلا إصابة قد يتعرض إلى مشاكل معينة فهذه المنظومة وفق القانون تحمل المتطوع تحمي من أي ناحية إذا مثلا لو فرضا المتطوع في إحدى المواد تعرض إلى حادث أو تعرضت أثناء تأديته فمن خلال هذا القانون يعوض وفق قانون الذي ينتسق مع تعويضه في الخدمة للقطاع العام والخدمة للقطاع الخاص هو ما يتراه وزارة الداخلية في هذا الشأن هذه حماية للمتطوع يعني في ناس تتطوع بس ما تعرف أمور كثيرة من ناحية واجباتهم أو حقوقهم من هذه الناحية فهذه منظومة تحمي المتطوع من خلال ضمان حقوقها خلال تأديته واجبة التطوع نحن نسميها الضمانات القانونية للمتطوع كلها مرصودة في هذا القانون طيب هل هناك أي مستجدات على هذا القانون هل هناك رجع صدى بتقديم مشروع القانون إلى المجلس نعم طبعا المجلس في الجلسة الأخيرة تم خمس ساعات يناقش في مشروع واحد فقط اللي هو مشروع التطوع للأمن العام وذلك لأهميته والشراكة ما بين والتعاون ما بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية لما تراه من أهمية لهذا المشروع على أساس أن الجهات في الحكومة وزارة الداخل تقوم بواجباتها وأكثر بحيث أنها تساهم في التصدي إلى الأعمال الفايروس الكورونا من خلال التطوع من خلال هذا المشروع فهذا يعني تكامل ما بين السلطتين ولذلك نحن نرى اليوم أن المشروع بعد مداولته وموافقة مجلس النواب سيحول في الجلسة القادمة إلى مجلس الشورى ومن بعقب مجلس الشورى يصادق عليه وتبتدي عملية التنفيذ بإذن الله من قبل وزارة الداخلية في هذا المجال جميل جدا نحن يعني عرجنا على العاملين في القطاع الخاص وأيضا العاملين في القطاع العام لكن ما أسلفنا في حديثنا عن مثلا المتقاعدين الأشخاص من الغير عاملين العاطلين عن العمل كيف يحميهم هذا القانون؟ نحن بالنسبة للتطوع التطوع يعني لا يفرق بين أي متطوع المتطوع أي شخص يجي يحاب يتطوع وهذه نمط المتطوع نعم سواء كان حتى أي جنسية صحيح نحن في مجتمع يقبل بالتطوع ونحتاج يعني حتى في أثناء مدولاتنا في المجلس أنه هل يكون بحريني أو غير بحريني ما لا علاقة بالجنسية لأنه نحتاج إحنا غير بحرينيين ساعات في أماكن ترجمة وإلى أخرى خلال المطوع ولكن بشكل عام إحنا في خلال هذه خلال هذه المشروع راح يكون فيه يعني توافق وانسجام ما بين العمل التطوعي وما بين الحقوق والواجبات للجلس نعم إذن هناك بتأكيد حتى بالنسبة حتى بالنسبة حق الشرائح يعني سواء كان متقاعد أو سواء كان شخص يعني عامل في العطاء الخاص أو سواء كان متقاعد أو سواء كان يعني عاطل عن العمل نعم كل هذا يشملهم يعني يشمل المتطوع وفي خلال المقابلات وخلال القبول راح يفرد يعني فيه ناس مثلا طلاب في المدارس نعم أو طلاب في الجامعة ويرقى بالتطوع فإحنا بعد ما نبي من خلال القانون أنه يعني يخسر دراسته لذلك تم تحديد سنة التطوع اللي هو من 21 عام نعم وأيضا أن يعني لجنة القبول راح تنظر في هذا الأمر إذا كان لكن القانون يشمل أي متطوع في أي كذا وبالعكس المتطوع العاطل عن العمل راح يكون لأولوية في التوظيف في خلال من خلال المواد أنه يكون لأولوية في التوظيف في الأمن العام يعني إذا ثبت حسن سيرة وسلوكه وأدى وجوات المهام في هذا المجال جيدا نعتقد أن الصورة وضحت وبإذن الله يرى النور هذا التعديل على مشروع القانون أنا شكرا لك بالتأكيد وجودك معي في الاستوديو شكرا لك أنا أبو عبدالله الذوادي إلى هنا عزائي نهاية هذه الحلقة على أمل لقاء بكم في الأسبوع المقبل بإذن الله إلى ذلك الحين نستودعكم الله ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة